الجزء اللي فات تكلمنا عن عثرة الصليب وانه فعلا من كلمة الرب في الكتاب المقدس انه المسيح ذهب للصليب بمحد ارادته وانه مش غريب سواء موجود مثل محاضرتك ذكرت من مزمور 22 بيتكلم عن صقب اليدين والرجلين لانه الصليب كانت طريقة رومانية لانه اليهود اذا في خطيه التجديف كان العقاب طبعا الرجم وعدى عن الرموز الكثيرة من الذبائح والحية النحاسية وهكذا في تعليم كثير في العهد القديم تشير الى مجيء المسيح الاول لكي يقدم نفسه فدية عن كثيرين او كما قيل عنه من يحنى المعمدان هو هذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم ويسوع نفسه مرارا وتكرارا سواء في رموز في اشارات او بمباشرة اتكلم كذا مرة مع التلاميذ انه الغرض من مجيء انه ذاهب الى ارشليم وطبعا استطعنا ان نستشف انه هذا تعبير عن شجاعة المسيح ما غيرش الاجندة ما غيرش برنامج او مخطط الله فاذا المسيح فعلا مات على الصليم اشتركوا في القناة